السلام عليكم بقول لكم قصة ما هي قصة دراما صراحة احصلت في سنة التسعين في الكويت وتعرفون سنة التسعين كانت من السنوات الكبيسة على الكويت بعد ما حصل الغزو عليها من قبل النظام الصدامي وصارت عاد مشاكل كثيرة وناس توفت وناس استشهدت وناس انفقدت وناس تقطعت ارزاقها من بينها هالقصة هذه القصص كثيرة لكن هذه القصة ممكن انه تخليكم تعرفون بعض المعلومات اللي حصلت في ذاك الوقت تعرفون الغزو على الكويت كان من قبل دولة العراق كان رئيسها صدام حسين وبعد ما حصل التحرير الكويت خلاص اي واحد يكون موظف عندها في الدولة او عايش في الكويت يكون مثلا يعني عراقي او مشتبه فيه انه تعاون مع الجيش العراقي اللي دخل الكويت شي طبيعي انه يرحلون عن البلد من بينهم الكثير من العسكريين كان في كثير عسكريين عندنا في الكويت انه يدعي انه انا بدون يعني انا ما عندي جنسية اه لكن كان فيه اثباتات تدل على انه فعلا كان اه يحمل الجنسية العراقية او تعاون مع الجيش العراقي هذول اشخاص اللي تم ترحيلهم لكن في منهم كثير لا بقوا بالكويت وهذول يعتبرون ابناء الكويت وبالعكس يعني دافوا عن الكويت ولتحقوا ايام الغزو لما اطلعوا بره الكويت تحقوا في الجيش الكويتي اللي كان في المملكة العربية السعودية وتحرير الكويت وهذا لا شك فيه لكن الفئة اللي تم ترحيلها واللي اشتبه فيهم انهم يا متعاونين او انه يحمل الجنسية العراقية هذا يعني افصلوا من عمله كان من بينهم واحد ينقال لمرشد مرشد هذا قبل الغزو قبل سنة التسعين قاعد في الكويت وشغال اموره طيبة وراتبة ممتاز وعلى فكرة الفئة هذه يعني مثل فئة البدون او اللي كانوا يشتغلون قبل الغزو يعني راتبة مثل راتب الكويت ومستحقاتها ياخذها بالكامل حالة حال اي واحد كويت فعلا المهم بعد ما تم فصل المجموعة هذه اطلعت لهم مستحقاتهم في ناس على فكرة سلموا مستحقاته اللي خذ ستين الف اللي خذ ثمانين الف دينار اللي خذ امية الف دينار وتوكل على الله راح ديرتا من بينهم مرشد مرشد خذالة تقريب الامية الف دينار كويتي وتوكل على الله راح ديرتا وين العراق في كربلة القصة القصة يرويها لي شخص لها علاقة فيها العائلة قال لي مرشد يا ابو طلال لما راح في سنة واحد وتسعين في العراق وكان الوضع الاقتصادي تعبان جدا وتعرف لما تصرف امية الف دينار كويتي تحولهم عراقي طبعا ما حولهم دايركت عراقي لا حولهم على الاردن من الاردن حولهم عراقي يعني صار يملك فلوس مالها والي في ذاك الوقت اقصد اشترى فيها بيوت اشترى فيها مزارع اشترى فيها محلات يعني يعني مثل السوبر ماركت وكذا واغتنى الرجال والكثير اللي كان يعرف مرشد ايام ما كان في الكويت اول ما جاء على كربلة صاروا الناس كلهم يسولفون عنا شرى لنفس القصر قالوا هذا قصر مرشد والبدون البدون والبدون يعني انه صار مثل ما نقول غني من اغنياء المنطقة اللي هو فيها فالكل يسميه بيت البدون او بيت مرشد الغني اللي محتاج فلوس يروح هي مرشد اللي يبي يروح الدوانية يتعشى عند مرشد مرشد بايح وصلخ وحط وشيل صار شيخ بالمنطقة ما لكم بالطويلة الرجال استمر على الحال هذه الناس خصوصا من اقارب مرشد طمعت فيه فراحوا لها تم واحد قالوا لها شوف انت قاعد تضيع فلوسك تشتري لك بيت تشتري لك ارض حاط لك سوبر ماركت ترى هذا ما يطلع فلوس ما رح يعني ما رح تغتني قالوا ماذا اش يسوي انا ما عارف شي ثاني انا طول عمري عسكري في الكويت وما عارف بالتجارة يعني فقلت الاضمن اشتري لي بيت اشتري ارض افتح لي محل بس هذا اللي اعرفه قالوا لا احنا الله يسلمك نبي نفتح لك اه قراجات يسمونها السكراب يعني نشتري سيارات من برة قطع غيار يعني ناخذها مكسوسة تعرفون هذا النظام السكراب اللي يبعون قطع غيار مستعملة ونحط لنا السكراب هذا ونبيع على العراق كله والعراق بعد الغزو صار فيها مثل ما تقولون بحاجة كبيرة لقطع الغيار وشغل السيارات وكذا وكثير في ناس تاجرت فيها الموضوع حتى عندنا في الكويت اول خمس سنوات بعد التحرير اللي كان يشتغل في السيارات اغتنى صراحة اللي يودون حق العراق اي سيارة عندك توديها العراق تبيحها دبل ثلاث اربع مرات وهذه معروفة في الكويت وفي السعودية وكذلك في الاردن مالكم بالطويلة مرشد اعجبت الفكرة قال لهم شلون وهذول جماعته وعيال عمّة يعني اللي عايشة في العراق قالوا لا يبقى بيع هالبيت هذا عنده بيتين بيع البيت هذا الثاني وبيع الارض وعطنا الفلوس خنتاجر فيها قال ما في مشكلة وفعلا باع وفتحوا لها نفس السكراب جدام بيته وقاموا يشترون هالسيارات السكراب ويحطونها فيه بالحوطة ويشترون ومني ويجمعون وكذا ويشترون من بره وطلبيات لكن ما في مردود الرجال ظاهر قال ان هذا بعد ما تكتمل عملية شراء القطع غيار والسيارات السكراب الظاهر انه يبلشون بعدين المهم لما جمعوا له بهالحوط وهو ما يعرف وين الله قاط مفاهم شه السالفة قال انا انتظروا هذو الاثق فيهم من جماعتي يعني ما راح يخونهم فيني المهم بعد شهر شهرين ويترسول الحوطة كلها سيارات سكراب ويقولولا سلام عليكم قال هم وين وين راحين وينكم يتصر عليهم يكلم هذا وين الجماعة وين راحوا سيارات جدام بيتي سكراب وكذا ما اشتغلنا يبقى زل الفلوس ما في مردود ازاي صاحب الارض هذي الحوطة اللي احنا مأجرينها يبي ايجارة يجي ما عاش السالفة اكتشف مرشد ان عيال عم اصلا كان مسوي له فيلم عشان يسحبون منه هالمبالغ واشتروا له كم سيارة قاطينها بالشارع وحطوها جدام بيته والرجال على باله فعلا انه بيسو له سكراب خلوه وطاروا بالفلوس وانحاشوا اطلعوا من كربلة قام مرشد هني يلطم وقام سكر دوانيته وطرد العالم اللي قامت تجيه وتسلف منه وعرف ان الناس طمعانا فيه خسر يعني جزء من المبالغ اللي عنده لكن سلم على البيت وسلم على يعني تشنفلس عنده ما صرفهم ما لكم بالطويلة قعد لفترة ويتعرف على واحد ينقال لعباس الارنب هذا عباس معروف في كربلة اي واحد من اهل كربلة حين يسمعني يعرف كيد عباس الارنب وام مغداد شن قصتهم هذول يا بطلال هذول لفوا كذلك على مرشد داروا عنده فلوس وداروا عنده بيت وداروا عنده يعني شبعان شوي الرجال فقام عباس الارنب يعزمه كل يوم الثاني على سهرة وبرعاية منه برعاية ام مغداد ام مغداد تضبط لهم القعدة وتجيب لهم تكرمون هالخمور وهالبنات والحركات وكذا مرشد طول عمره عسكري ورجل متزوج وعند عيال وبنات كبار يعني ما يعرف بالامور هذي كان ماشي سيدة لكن من افتحت للدنيا و احني قام يشوف بلاوي طاح عليه عباس الارنب قال لانت وين عايش يبست امتع بحياتك شوي يسحبوا منه شوي 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 قال ادمن على هالسالفة كل يوم الثاني وين مرشد وين دوانية مرشد لا مرشد رايح يسهر مع منه مع عباس الارنب ما لكم بالطويلة عباس الارنب قام يسحب من مرشد فلوس لين مرشد خلاص بده يفلس قال لها يبقى بيع البيت اللي انت فيه اشتبي فيه البيت ويجيب فلوس هذي خلن افتح لنا مشروع شذي يعني نفس المقهى وحركات واناسا وشذي شلايك قال لا والله اوكي ما فيه مشكلة من حسن حظ مرشد انه عنده مره سنعة امه عيال هذي كانت سنعة فعلا لما مرشد شرى البيت هذا القصر اللي هي فيه قالت لها تسجل باسمي وهو شنو كان عنده خير فلوس يقدر اشتري قصرين ثلاثة فقال لا ما فيه مشكلة ما يفرق ام العيال لكن لما حس انه خلاص انفقر والرجال يبي فلوس قال حق ام العيال ببيع البيت قالت لا والله ما تبيع لو تضرب السمه روح قلب وجهك وروح عند عباس الارنب رفيجك المم الرجال قام يدور وكذا ام العيال هذي اطرتها من البيت والبيت مسجل بسمها والرجال ما عنده اي طريج للفلوس قال ارجع اكلم منه اكلم رابعي وجماعتي اللي موجودين في الكويت منه هلو وجماعته وفعلا راح مرشد وسافر للاردن بعد الغزو انقطعت الاتصالات ابدا ما احد يتصل من العراق على الكويت ومن الكويت على اغراء ابدا كان بعضهم شي يسوون يروحون الاردن اذا كانوا عراقيين يعني يروحون الاردن علشان يتصلون على احد من جماعتهم او اقاربهم الموجودين في الكويت وكذلك اللي في الكويت اللي لها اقارب في العراق يروحون للاردن عشان يتصلون على العراق هذه كانت في اول ايام بعد التحرير مرشد راح الاردن وقام يتصل على ربع وجماعته اللي موجودين في الكويت قالوا ما انا وضعي صار سيء وعندي مشاكل وعندي كذا ويحاول انه يعني يضحك عليهم علشان يعطونا فلوس وانا ارجع لكم الفلوس والناس اللي بالكويت عارفين مرشد ما اخذ مستحقات وكان يملك هنا في الكويت فقالوا لا اكيد الظهر ظرف يعني عنده وبعدين بيرجع الفلوس فعلا قام كل واحد يعرف مرشد يحول المبالغ على الاردن واستلمهم مرشد ورجع عنده فلوس مرة ثانية للكربلة لما راح كربلة طبعا بعد ما طرت ام العيال يبي بيت استغر فيه وكذا راح اجر لشقة وتزوج واحدة من اهل البصرة هذا البنت لما تزوجت كذلك طامعة بفلوسه تسمع عن مرشد وعنده فلوس وعنده كذا وعنده قصر ما تدري شن قصتها تزوجت مرشد وهي صغيرة بالعمر لكن مرشد حط لها الشقة بس علشان يلقى لم يكان ينام فيه وحدة رعاه لكن استمر كذلك مع عباس الارنب وام مغداد قام وسحبوا منه كل اللي عنده لين قعد مرشد فعلا على الحديدة لدرجة ان مرشد ما قدر حتى يدفع ايجار شقته اللي كان ساكن فيها مع زوجتا الجديدة والمصيبة شنو ان جوله عيال من الجديدة الرجال ما قام يقدر يصرف حتى على اطفاله من زوجتا الجديدة اهني وصل لمرحلة قام خلاص قال لازم ارجع مرة ثانية للاردن واطلب من هالي وجماعتي اللي موجودين في الكويت وفعلا تسلف من الجيران ومن الناس عشان بس يوصل للاردن ولما وصل قام يتصل على الناس اللي في الكويت اطلعوا كلهم عارفين قصتها مع عباس الارنب وام مغداد الكل قام يطردها قال ولا انت ما تستحي واحنا عطيناك المرة اللي فاتت واللي باي على سيارة وماعطيك فلوس واللي ما دش مسوي ماعطيك فلوس واللي متسلف عشانك وطلعت بالنهاية تروح توزعهم في السهرات والمصخرة وكذا يلا لقل بوجهك لا تعرفنا ولا نعرفك يلا اذلف حتى فلوسك اللي يعني نهاية الخدمة واللي كنت محوشة في الكويت قبل لا تطلع والراحة كلهم راحوا حق عباس الارنب وام مغداد وغير عيال عمك اللي باقوك قبل والحين جايت السلف من العالم يلا اذلف لا تدق مرة ثانية الرجال قعد بالشارع في الاردن حتى ما عنده مكان ينام شافوا ناس من العراقيين الموجودين في الاردن وعطوه تذكرة وعطوه يعني عشان يرجع في الباص وفعلا قدر انه يرد له مرة ثانية لما رد ولا هذا اللي كانوا مجرين عنده طار زوجته وعياله ومخليهم في الشارع لكن اطلعت زوجته هذه البصراوية اطلعت بنت حلال صج انه تزوجته يعني انه ما ضبطتوا اياها لكن طلعت بنت اجاويت قالت ليه بتعال خلاص رزقي ورزقك على رب العالمين واتصلت على اخوها اخوها رجال يعني الله مغنيه وعنده مزرعة كبيرة وراحوا وسكنوهم في المزرعة وبانوه لبيت صغير وسكن فيه وهذه المزرعة كانت على الشارع العام في البصرة فكان يسكن فيها مرشد والناس كلها لما تمر من الشارع العام كانت تعرف قصة مرشد يأشرون عليه يقولك هذا الكوخ اللي قاعد فيه الحين البيت الصغير هذا اللي على طرف المزرعة يسكن فيه مرشد اللي كان غني اللي كان يشتغل في الكويت اللي كان قصتها كذا وضيع لين الرجال توفق وترك زوجتها الجديدة هذه مع عيالها وخلى عيالها مرشد القصة هني ان احد الاشخاص هذا اللي يسولف عن مرشد يقول يا ابو طلال لما كان مرشد عز غناه وعز سمعته في كربلة رحت تقدمت حق واحدة من بناته وهم بناته بنات متربيات ونعم فيهم ابدا ما هم مثل ابوهم هذا فيقول ارفضتني واحدة من البنات ليش قالت والله احنا ما نتزوج يعني واحد ما عنده سيارة وما عنده بيت وما عنده فلوس بالبنك وحنا ناس اغنياء يعني ما نقدر ناخذ واحد يعني فقير رده والرجال هذا يقول بعد ما صارت القصة مع مرشد وتدمر وخلصت فلوسه وتوفى الله يرحمه ويغفر الله ان شاء الله يقول حتى بنات المساكين بعد ما تزوج وكذا البنت اللي انا كنت ابي اتزوجها تزوجت من واحد مدرس طلع مختل عقليا وفصلوا من عمل ما هو قادر حتى يصرف على نفسه فقام وطلق هالبنت هذه ورجعت عند امها في بيتها وابوها فلس وامها مقادر تصرف عليهم ورجعوا عائلة فقيرة طبيعي جدا جدا يقول شوف سبحان الله يا ابو طلال لما كان عندهم خير انا ما كنت اصلا يعني لا طامع بفلوس ولا شي لكن قلت بنت مترابية ومتعلم وكذا ورفضتني بس على شال الفلوس ما فيني عيب ما فيني يعني شي يرد كأخلاق ولا اقول ما عندنا كانت حالتي ميسورة الحين انا حالتي يقول فضل رب العالمين افضل من حالتهم اما اليوم مرة يعني علق الان ما عندي مشاكل مالية ولا حد يطالبني وعندي بيت وعندي سيار لكن وضعي يعني عادي يقول لما شفت هالسالفة هذي قلت الحمد الله رب العالمين واحد يختار له الافضل بالنسبة له هذي نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة